تحية طيب عزان المشاهدين وأهلا بكم في الرسالة اليومية لأسبوع القدس العالمي من قناة الرافدين ضمن فعاليات أسبوع القدس العالمي نظم مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام نظم ندوة تحت عنوان فلسطين والعراق تاريخ من الجهاد وذلك في قاعة المركز بمدينة إسطنبول ذلك اليوم الموافق 11 من مارس 2021 شارك في الندوة كل من الدكتور ليث سعود أستاذ التاريخ الإسلامي والباحث حاتم الفلاحي من مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام وأدار الندوة الدكتور رافع الفلاحي خصصت جريدة البصائر التي تصدر عن قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين في العراق العدد 511 لنصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك ضمن فعاليات أسبوع القدس العالمي يأتي ذلك مساهمة من القسم الثقافي في الهيئة في فعاليات أسبوع القدس العالمي والتي انطلقت في الثامن من شهر آذار مارس وتستمر حتى الرابع عشر من الشهر ذاته دعا الشيخ بختيار ناصر رئيس التحالف الاندينوسي لنصرة القدس والمقدسات دعا الأئمة والخطباء والدعاء لتخصيص خطبة الجمعة عن القدس والمسجد الأقصى المبارك وذلك استجابة للدعوة الصادرة عن اللجنة التحضرية لأسبوع القدس العالمي عمّم مجلس اتحاد العلماء بجنوب إفريقيا خطبة الجمعة ليوم غد على عموم العلماء والدعاة والخطباء في جنوب إفريقيا تضمنت الخطبة المقترحة الحديثة عن فضائل المسجد الأقصى المبارك وعن مسئولية المسلمين تجاه المسجد كما تضمنت دعوة إلى مقاومة العدو الصهيوني من خلال التضامن مع المرابطين في فلسطين المحتلة وذلك بالدعاء لهم ودعمهم بشتى الوسائل الممكنة قال رئيس مجلس الشعب في ولاية كلينتان الماليزية إن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه هو السبب الرئيس في بقاء الصراع في المنطقة وأكد أن الجرائم بحق الفلسطينيين مرئية لكل العالم ولا يمكن إنكارها وهي السبب لانتفاضتهم كما وجه رسالة إلى العالم قائلا إذا أردتم السلام والأمن فأرجعوا حقوق الفلسطينيين إليهم يأتي ذلك ضمن فعاليات أسبوع القدس العالمية الذي انطلقت في الثامن من آذار مارس وأتستمر حتى الرابع عشر من هذا الشهر قال فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن قضية فلسطين هي قضيتنا وليست قضية إخواننا ونحن نساعدهم وهذه هي النظرة الإسلامية الصحيحة وأكد القرضاوي أن مبادرة أسبوع القدس العالمي تهدف إلى إحياء الفعاليات والأنشطة المناصرة لفلسطين والقدس المحتلة والرد على المطبعين وانحرافهم عن نهج الأمة وأشار أن القدس ليست للفلسطينيين وحدهم وإن كانوا أولى الناس بها وليست للعربي وحدهم وإن كانوا أحق الأمة بالدفاع عنها وإنما هي لكل مسلم أيا كان موقعه في مشرق الأرض أو مغربها ضمن فعاليات وأنشطة أسبوع القدس العالمي ستكون خطبة الجمعة غدا من المسجد الأقصى المبارك لفضيلة الدكتور عكرما صبري كما سيعقد العلماء في مدينة القدس المحتلة مؤتمرا خطابيا يشارك فيه 15 عالما مقدسيا داخل المسجد الأقصى المبارك كما دعت اللهيئات العلمائية الخطباء والدعاة لتخصيص خطبة الجمعة غدا حول عدوان الاحتلال على القدس المحتلة وعلى المسجد الأقصى المبارك وضرورة نصرة المدينة بكل الوسائل الممكنة تقيم عدد من المؤسسات العاملة لأجل القدس في شرق آسيا لأسيما في اندونيسيا وماليزيا العديد من الأنشطة والفعاليات ضمن أسبوع القدس العالمي يأتي ذلك ضمن المشاركة الواسعة للهيئات العلمائية والمؤسسات العاملة لأجل القدس شرق آسيا والتي تشارك في فعاليات أسبوع القدس العالمي التي انطلقت في الثامن عشر من هذا الشهر وتستمر حتى الرابع عشر من الشهر ذاته شكرا لكم على حسن المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة